اقتحام وسائل التواصل الاجتماعي لحياتنا بات أمرا محسوما في ظل عصر رقمي بتنا نعيشه فقد أصبحت هذه الوسائل جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتسليط الضوء على هذا الموضوع هو أمر في غاية الأهمية لمناقشة ما أفرزته هذه الوسائل من تحديات وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال كل هذا سيكون في مؤتمر هاشتاغ الكويت والمزمع عقده يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري المؤتمر التواصل الاجتماعي الأول هاشتاغ الكويت طبعا تنظمه وزارة الإعلام وبشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة الشؤون الشباب راح يكون على مدار يومين يوم الأحد والأثنين القادمين 6 و7 ديسمبر من أهم أهدافه لخلق منصة للتواصل مع كل شرائح المجتمع والمجتمع المدني غطاء الخاص مع المؤسسات الحكومية في مكان واحد يناقشون قضايا تهم البلد وتهم المنطقة وطبعا مناغشة طرحة بصورة واسلوب إيجابي من خلال هذه الوسائل الحديثة المؤتمر تعج أجندته بالكثير من المحاور التي تناقش التأثيرات المختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها بحضور نخبة من الخبراء في هذا المجال استعنا في عدد من الخبراء من داخل كويت ومن خارجها وبالتحديد من دول مجلس التعاون الخليجي ورح تكون المحاور تقطي جميع الجوانب اللي نحتاجها في الوقت الحالي من اقتصاد اجتماع سياسة وأيضا تطبيقات الجديدة في التواصل الاجتماعي ساهم أيضا في رفع الأداء لمستخدمي هذه الوسائل الحديثة شراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في هذا المؤتمر من خلال عقد جلسات حوارية وأوراق عمل تقدم بحضور شبابي بارز دورنا احنا كوزارة دعمين لهذا الملتقى شركاء في جميع ورش عملاء وأيضا سيكون لنا في جلسة حوارية من خلال التطوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تفاعل الجمهور وتفاعل الشباب من خلال التواصل الاجتماعي الجديد ذكرها بأن هذا المؤتمر سيركز على كيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الإيجابي وطرق الارتقاء بها في مسار يخدم المجتمع إذن بما أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم أحد أهم روافد الإعلام الجديد ومؤثرا رئيسيا في تشكيل الرأي العام لذلك فإن هاشتاق الكويت يعد فرصة مثالية لإجراء النقاش والحوار حول هذا الموضوع وتبادل الرأي مع كبار المختصين والباحثين في هذا المجال ديمة دحدا لتلفزيون دولة الكويت